عباد الله وضعوا على شاشة الثلاثين وضع أسبقكم تدين هذه البلوى التي تتنين بها لا أدري لهؤلاء أيفعلون ذلك من أجل أن تزداد الموثة بين الزوج وزوجته أم يفعلون ذلك من أجل أن ذلك أحضر للزوجة عند زوجها أم يفعلون ذلك من باب إعلان النساء أم يفعلون ذلك لأنه قربة إلى الله عز وجل أم يفعلون ذلك لأنه فكر لله على هذه النعنة كل هذه البوائد الدينية والدنيوية لا يحطر منها شيء بهذا العمل القبيح المحرم بل إلا ما يحطر منها المباركة بنعضية الله عز وجل وقال رجل باب الحياء عن الزوج والزوجة وعن المجتمع من النساء هذه الصور التي الحبطة صوف تكون معرضا بالناظرين في أي وقت نساء منتخذوها أترضون أن تُعرض نساءكم أمام الناس كلما أراد أحد أن نبتع وجه أخذك أو بنتك أو نبتعك أترضون بذلك أشواء المؤمنون هل فيكم غيره؟ هل فيكم إنان بالله؟ هل فيكم خوط من عقوبة الله؟ أما فأخذون أن تنقلب هذه النعم التي نركل بها نقنا؟ أما فأخذون صافر الأرض والسماء؟ أما فخافون أن تلحقوا بأعجاء الله من الكبار والمتشبهين بهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبتها بقوم فهو منه؟ أما فأخذون أن نعاقب الزوج وزوجته بإرقاء الغضاء والعداوة بينهما؟ حتى كتبكت أسر الزواج؟ كل هذا أمر يمكن أن يقع ولكن أمذلنا فيه مع مبارك ربنا بمعصيته فما ذلك إلا استدرات من الله عز وجل وإن الله نريد إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يثلث وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم تجيب أيها الناس تذكروا واكلوا بهذا الأمر ما هي نسجته؟ ما هي فوائده؟ ما هي مبارك؟ إن الله قد أعطاكم رقولا لم يجألكم فالبهاء لا تجري ما لا يبأل بها تجر إلى المنحر فتأثي موقاده وتجر إلى المأسل فتأثي موقاده إن لكم رقولا تدركون بهالناس أو الضار وإن الله أكل عليكم النعنة بما أنزل عليكم من تكابه ومن أعطاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالأمر في حدث هذا الفعل معلوم بالفعل معلوم بالأقل مترث بالفعل لا نخبى إلا على من طمس الله نور بطيرته وقلل منه الغيرس في قلبه ويقصنيه الغيرس في حؤابه ويا أيها المسلمون يا أيها الغيرون بذكروا بهذا الأمر إن يغطوا غاءكم منه لا تجربكم النعنة إلى الهاوية هذا أمر منكر هذا أمر محرم هذا أمر محصن إلى القباد هذا أمر محصن إلى التنفع واللذة المحرمة لأن كل من صور هذه الصور صواء على أسفة الفيديو أو في الكروس الثور الفتغرافية كلما ساء أن ينظر بتلزل إلى هذه الصور ساء أن ينظر إليها الأمر واضح جدا ولكن أين الولاة الخاصون الذين لهم الولاة المباثرة على هؤلاء النساء وأين أولياء الأمور العامون الذين يستطيعون أن يؤكدوا من يفعل ذلك بالأدب الراجع لهم وبغيرهم إن علينا أن نكون أخياء في أمور الله إن علينا أن لا نباري بأحد سوى الله عز وجل إن علينا أن نطينا حدود الله وإني لأقصد أن من أخان حدود الله لله على ما تقضيه سريعة الله فتوق ينصره الله على كل من عزاه أيها المؤمنون أيها الأولياء الخاصون أيها الأولياء العامون إن علينا جميعا أن نتكافش وأن نقضي على هذه الظاهرة في القديحة البافدة المبتدة ليس الأمر والله بالهيب وإن تهاوى نبيه بعض الناس البرح بالزواج إنما يكون بأداء تقل معنة الله وبإقامة المراسيم السكين أداء الزر لا تجاوزا ولا تعزل بحدود الله وطرعه يقول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واستقوا لفضحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن تجدوا فأخذناهم بما كانوا يفتدون أتأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا برهاً وهم يلعبون أتأمنوا مسر الله فلا يأمن مسر الله إلا القوم الخاصلون إن علينا نحن مؤمنين نذكر الله لكنا فالذين قطروا يتنذكرون ويغضرون كما تأكل ألعان والنار وضوطهم إن علينا نحن مؤمنين الذين نذكر الله أمن علينا بالإيمان إن علينا نذكرية عظيمة أن نتقيد بشريعة الله وهذه هي الأردية التي تكون الأردية النابعة لا تدية مطلقة على إطار الاخرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر